حريق هائل في فندق القمر في لوسيل القطرية أبرز فنادق كأس العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية بنذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد نشب حريق هائل بأحد مباني مدينة لوسيل القطرية التي يتوقع أن تلعب دورا بارزا في ضيافة كأس العالم 20-22 وبعد ساعات من نشوب الحريق وتداول مقاطع فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت السلطات القطرية عن تمكن الدفاع المدني من السيطرة عليه وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها إن الحريق نشب في أحد المباني قيد الإنشاء بمنطقة لوسيل وأنه تمت السيطرة على الحريق دون إصابة وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها بكسافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سحبا سوداء كثيفة من الدخال المتصاعد بالقرب من مشروع برجي لوسيل برج القمر وهما برجان يضمان أهم المشروعات الفندقية التي تبنيها قطر استعدادا لاستقبال مشجيعي كأس العالم اكتشاف أول حالة إصابة جدري القرود في إسرائيل أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الجمعة الماضية عن تشخيص أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في إسرائيل وأبلغ مستشفاء خلوف في تل أبيب أن رجلا في السلاسينيات من العمر عدم رحلة في غرب أوروبا ووصل إلى غرفة الطوارئ مع أعراض أصارت الاجتباه أنها نتجة عن فيروس جدري القرود وأعلن المستشفى أن المصاب حالته طفيفة وأنه أبقي في المستشفى معزولا للمراقبة والتقييم عقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا الجمعة طريقا لبحث انتشار مرض جدري القرود في عدة دول من دول أوروبا وأمريكا الشمالية سلم يا ربي سلم شكرا جزيلا دمتم في أمان الله